وعشان كده كنت بأنا حضرتك مسألة المخطرة 80 ألف بالضبط اللي عملها لضباط الأحرار في قيام الثورة ويمكن يعني غلطة واحدة كانت كفيلة هم طبعا وضعوا وضعوا رقابهم مع القديم أو رقصهم مع القديم زي ما حد كنت قولي بس ما هماش تنظيم أسس قبل كده لكن ده خطأ كبير لأنه مش معقول ضباط صغير لسه متخرج في الكلية الحربية يكسر قواعد الجيش والانضباط ويعمل تنظيم مبكرا لا أهما يعني عبد الناصر حتى لما بتكلم عن المرحلة دي 45 بالنسبة له هي السنة الحاسمة لأنه يعني تداخل تنظيم يكبر لما يوصل تقريبا 99 عضو في هذا التنظيم العظيم طبعا أفكارهم يعني استمدت من الشارع السياسي المصري يعني يعني وده شيء شيء جيد جدا لأنه الأفكار الفوارق الطبقية الهائلة وكان فيه أسقل لما مجتمع يعني يجيله تصلب في شرايينه ما يبقاش فيه حراك من أسفل إلى أعلى يبقى إذن المجتمع ده محتاج تغيير التغيير حييجي على إيد الضباط